فتحت الروائية الجزائرية أحلام مستغامني النار على كاتبة مسلسل مدرسة الحب نور الششاكلي واتهمتها بسرقة أفكارها وجمل من روايتها شهيرة لأخيرة الأسود ياليقوا بك وعبر تويتر شنت مستغامني حارب على مدرسة الحب أو مدرسة السرقة مثل ما سمتها وتوعدت برفع دعوة قضائيا تبت العظيم اللي بده يختراع لما أمسكوا بالجرم المشهود حميل فينا نرق شوي بالقليلة خلينا نتأكد بالأول لا أنا حياتي أنا قريتي مأكدة أصلا أنا لما بعرف ليه بدي أثبت شيء أساسا واضح ما بدي أثبت وما اكتفيت بها الأمر بل وجهت انتقاد وعتب كتير كبير للممثلين النجمين عابد فهد وأمل بشوشة بطلي مسلسل مدرسة حب عن عابد فهد اللي كان مرشح يكون بطر روايتها الأسود ياليقوا بك عبرت أحلام مستغامني عن صدمتها لا يديرك عابد فهد الموضوع ويتسل فيها ويعتذر منها ويقلة لو كنت بعرف ما سمحت بهالشي أنه يثير أبدا وعن أمل بشوشة عبرت أحلام عن عتبة الكبير لأنه الأخيرة ما خبرتها عن السرقة وما اتصلت واعتذرت منها حتى اللحظة على أساس أنه هي أكبر من عابد فهد مثل ما قالت أحلام مع حق أحلام تزعل من عابد فهد ومن أمل بشوشة ومع حق تعترض عصر قطع علنا بشو من قول بزمن الكل عم يسرق الكل فماكي حقوق ملكية ولا فكرية ولا من يحزنون مدرسة الحب منه المسلسل الوحيد اللي بيستعيره بيستوحي من روايات وللأسف عدد كبير من المسلسلات العربية اللبنانية مبنية على قصص وشخصيات مسروقة من المكسيك مرورا بهوليوود لبوليوود اتسترا خبار داجي